المحللة الأولى فرح مراد محللة تأسواق المالية لدى إيكوتي أهلا فرح شاهدنا بالنسبة لتعاملات برينت يتجاوز مستوى 84 دولار في ظل المعطيات الحالية التي تأتي من الصين في ظل نمو الصادرات والواردات كيف تقييم تحركات وهل فعلا سنشت كذلك تحركات مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة؟ هذا الارتداد كان نوعا ما منطقي خصوصي نشوف نحن كنا مستويات النفط يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ شهرين فكان عنا مخاوف من الطلب من أوروبا من آسيا من الولايات المتحدة ولكن البيانات اللي عم تزهر مثل ما كنا عم نحكي مثل نصين نحن نحكي عن الصادرات أو الواردات كانت إيجابية أكتر من التوقعات الولايات المتحدة كمان من قبل بيوم كمان عم تفرجينا أنه الطلب نوعا ما عم ينتعش السيزناليتي الموسمية كمان للناس اللي عم تسألني عن نظرها المستقبلية عم تفرجينا أنه قد نرى تاريخيا ارتفاع الطلب مع بداية موسم الصيف فكل هايدي الأمور كان لابد من أن نكون عم نشوف من بعد هالبيع الكبير اللي كنا عم نشاهده على أسعار النفط على القليلة ارتداد هلأ من هون وطالع نحن في عنا لاعبين رئيسيين أوبك بلاس يبدو إن كنا عم نحكي عن روسية عم تحكي ما عنا نظرة مستقبلية لتقليص هال تقليص الانتاج اللي كنا عم نشوفه لا رح نستمر عليه وكمان نرى عديد من البلدين بهم أسعار النفط ترتفع إن كنا عم نحكي عن أوبك فقد يدعم هيدا الشي الأسعار ولكن لازم نتذكر الولايات المتحدة لا يزال بهمة بشكل كتير كبير تكون عم تقلص على الأسعار عندها الأدرة فعلا فأرى هالمستويات روما في بالنس ما بين أوبك والولايات المتحدة نحنا في مكان نوعا ما متوسط فرح لو تحدثنا بشكل واضحا تحركات الذهب يعني الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي يبتفع اليوم بشكل ملحوظ في ظل بيانات اقتصادية بالنسبة للتباطئ السوق العمل في أمريكا ما هي آلية ربط تباطئ ويعانة البطالة مع ارتفاع تحركات الذهب عند المستويات الحالية؟ عنا عاملين رئيسيا أول شي الدولار الدولار كمان كان عم يدعم السلع بشكل عام نشوف يمكن ارتداد شوية على النفط عم نشوف ارتداد على الذهب طبيعة الحال كل ما نكون عم نشوف تراجع في عوائد السنة دات تراجع في الدولار نحن نكون عم نشوف كل ما يسعر بالدولار رح يستفيد ولكن العامل الرئيسي المخاوف اللي عم تتأدي التوجه إلى الذهب كما ليز امن نحنا عم نشوف الفيدرالي عم يحكي أنه اوكي نحنا في عنا بيانات عم تفرجينا تراجع تضخم تراجع في الأساسيات ممكن للاقتصاد في الولايات المتحدة ولكن قطاع العمل مهم جداً طول ما أنه العمل جيد كل ما أنه البطالة متراجعة نحنا في مكان نستطيع فيه أنه نستمر في هذه اللهجة المتشديدة مبارح هذه البيانات عم تأكد لنا نوع من سلسلة من بيانات سوق العمل اللي كانت عم تفرجينا تراجع أكتر من التوقعات من قوة هيدا السوق اللي كان عم يفتخر فيه نوعاً ما الفيدرالي فهذا الشي عم يأكد لنا أنه نحنا عم نتوجه إلى اقتصاد نوعاً ما عم يتراجع من ناحية النمو عم نسعر أكتر أنه يمكن ما نكون قدرين عم نستمر بهذه اللهجة المتشددة لأسواق تسعر بلوقت الحالي تراجع مرتين لأسعار الفائدة هيدا العام وأظن قد تستمر هذه الصورة مع البيانات القادمة مبارح كمان بانك إنجلترا نوعاً ما حكي عن هيدا الشي ومشان هيك على رغم استمرار التضخم عم يحكي عن تراجع الفائدة في جون مثلاً تقريباً توقعات أقرب من الولايات المتحدة أظن هذا الشيء رح يتعلم بما أنك ذكرت بنك إنجلترا وتثبيت سعار الفائدة نتكلم أيضاً عن البيانات الإيجابية بالنسبة لنمو الاقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع هل فعلاً ترين أن تقييمك بثلاً أن يكون هناك فعلاً خفض للفائدة خلال فترة الصيف في حال تراجع الضغوط التضخمي يعني أظن أنه اللي صحت الأسواق وزا ما نشوف أديك ينفي عندنا مشاكل نحن نحن نتحدث عن كطاع المصارف كطاع السنادات حول العالم قم يتعاني من ارتفاع الدولار الأمريكي لصحة الأسواق العالمي أظن خان الوقت يمكن أن نتحدث إلى التقليص أسعار الفائدة في الصيف ولكن الولايات المتحدة إلى الآن توجد بيانات أكوة من غيرها قد تحت الإدراء أن تستمر بهذه الأكوة المتشددة ولكن نرى brut Library فهذا يتحدث بأنه نحن نتحدث إلى تقليص الفائدة في البداية الصيف فالشي يعني أنه يمكن عم نلاحظ على بيانات أكتر عم تصدر تراجع التضخم مع أنه كان فيه تراجع للنمو ولكن فاجأنا كمان النمو في المملكة المتحدة ولكن أظن فعلا قد نرى فرح سريعا في اليابان شاهدنا تراجع بالنسبة للمفاق تراجع بالنسبة للأجور هل هذا ممكن يزيد من ضبابية احتمالية ترفع أسعار الفائدة؟ مثلا أظن كمان أن اليابان كانت بعض الدول اللي عم تراهن وقربنا من تقليل أسعار الفائدة في المستوى العالمي فما رح نكون مضطرين نحن نرفع الفائدة هل قال لي عم نشوفه في اليابان كمان الضغوط التضخمية مش عم تجي بسبب الاستهلاك المرتفع بالعكس عم نشوف نوع من تراجع في الاستهلاك التضخم الأكبر عم يجي بسبب يمكن الأمور اللي مضطرة اليابان تجيبها من الخارج وكمان تسعر في الدولار الأمريكي قد يؤدي وهي أول مرة بنرجع عم نسمع كمان بنك اليابان عم يحكي عن ضرورة يمكن تراجع أسعار اليابان على المئة وخمسية فقد نرى كعن بدي أكمل وياسته فرح الصورة واضحة فرح مراد محل الأولى لدى الأسواق المال إداء كويتي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر